موسيقى باول بس يكون شارباً يوسف المخرج يعني بيكون الجو غير بتكمل بس تكون كاتو مع تخير صباح النور تمام؟ كيفك؟ تمام تمام جاهبة اللحنا فيها مع تقلية البصل وكل المكونات الخاصة فيها بتشهي وطيبة وبتقد كل الناس بيحبوها اليوم رح نعمل شربة بالتجاج والفريكة يعني هن البعض التجاج والفريكة هون نحن ناخدين فريكة سلقينة اكيد قبل الهور هون نحن نبدل شقربين دقيقة لتنسلق وتسير هيك هلا نحن رح نكفة من بعد سلقة هون حطينا زيت زيتون بصل نعمي عم نبلش نقلت هلا رح ناخد التجاج نبلش نسلقه بطنجرة لحال ونرجع نكف السوب رح نعمل محمس خبز مع أبهرات ليكون حد السوب وإذا بيبقى معنا وقت رح نعمل سرات كمان صغيرة حدا بس الرشاة الأساسية هي الفريكة مع الجيش يعني هايدي السوب فيها كل المكونات البيضائية مزبوط فيها تكون إذا بدك بلاء لحاله يعني غدا إذا بدك لعني فيها الجيش وفيها نشا وفيها الخضرة والتوتيني النشويات والفيتامينات والخضرة مئة بالمئة وحتى الخضرة يعني كثير يعني البروكولي كثير هون رح نستعملن للسلاة رح كون بقلبة في كذرة رح كون في بقلبة بقدون سيكون بقلبة في بنادورة ممتاز اللي رح نبلش فيه أول شي هون رح نسلق الجيش هون فينا ناخد الجيش كامل نسلقه كمان سون نحنا أكيد نسلق صدر لأنه وقته أسرع بس نحنا فينا ناخد الجيش كامل نسلقه هل هناك شي معلومة لحتى صدر الدجاج دائما الناس بتقول صدر ناشف هلا هو ما في شك الصدر نشف من الفخض هو الكويسون طبعا يعني كلما ستوينيه زيادة كلما نشف كلما شاوينيه الوقت أكتر من اللازين بدو ينشف طبيعي لأنه عب يخسر الماء بقلبه عب يقسم فالأساسي هلأ اللي رح نعمل هو رح نسلق هون تقريبا ثلاث تربيع سلقة نرجع نشيله نكسره إذا بدك نقطعه نرجع نستعمله بالسوب يعني ما رح نسلقه سلقة كاملة هون إذا بنا نسلقه سلقة كاملة بالسوب رح يتلع ناشف بدنا نذكر كل اللي عم بتابعون طبعا نحن عم نشوف المقادير أنه فيه نتصف فينا مباشرة على الهولة المشاركة بالمسابعة الخاصة برمضان وسؤالنا لليوم هو شو الاسم القديم لمدينة بغداد المدينة المدورة أو المدينة الطويلة نحن نطرين اتصارتكم مباشرة على الهولة حتى إذا عندكم شي سؤال للشاف جاهز أكيد أنه جودكم نحن رح ناخد جزرة رح ناخد شعفية بصل هولة للجيج رح ناخد عود قرفة رح ناخد ورقتين ثلاث غار هولة كلها مواد معطرة على الجيج هون بمجرد ما يغلي 6 إلى 7 دقيقة أو 8 دقيقة رح نشيله نرجع نفرفته هلا بس يغلي نشيل الزافرة عنه ونحط له غراده هون نحن عنا بصل زيت زيتون رح ناخد حبة جنجر صغيرة شقفة من الحبة كمان مش كلها رح نخطها بالقلية رح نخطها بقلب الطنجرة رح نخطها بالقلية بها الشكل يعني إذا بتلاحظ الرسطات تكون هالشهر رائلية شارقية لبنانية بس شوية يعني منه كتير إذا بدك نعملك اليوم مضبوط يعني إلا وقتها إلا وقتها أنا بعرف إنه كاتيا نفسها كتير طيب على الأكل وبس تحضر الشغلة بتحضرها عم بحكي عن جد مش عم بمزع حدا خبارنا بس ما بعمل فريكي بس ما بعمل فريكي بس ما بعمل فريكي طيب اليوم رح تتعلم هتعلم أنا وياك هتعلم أنا وياك ايه في أكلية معينة بتحبيها أكتر من غيرها أو بتبقيها أو الولاد بيحبوها أكتر لا أكل شي بس يعني بتفرق كيف تنطبخ الطبخة نفس الإنجرادية أو نفس الطبخة أو نفس يعني الخضرة أو الشي كيف تنطبخ بأي طريقة بتفرق بالطعم يعني إذا بدنا نعطي هيك شي من أسرارك بالمطبخ شو؟ شو فينا شو اللي مثلا بتحسي بيطيب كتير الأكل أو بيخلي الطبخة تفرق عن غيرها؟ لا ما في شي معين هيك واحد بس إنه بتفرق بكيفية التحضير يعني تطبخ على نار خفيفة ولا على نار قوية ولا أي ساعة ولا كراميليزي ولا لا ولا سلق ولا مقلة ولا قيمتا كتير بتفرق مش إنه يعني خلاص حطينا الإنجرادية مع بعض ويلا يعني القصة بديها أشغل وديها أكيد وكاتي مرح تخبر أسرارك جواب تحكية هاي طريقة جواب عام أكتر من هيك لهو أنا عكتك كتير تفطيل بزنة وش هفهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بها الوقت رح ناخد الفريكة رح ناخد البنادورة هون عنا بنادورة رح نحطها بقلب السوب بهالشكل ازا بتلاحظ عم نكبرة شوائه إليه لأنه حلق بقلب السوب رح تدوب رح ناخد هالبنادورة كلها بقلب السوب يعني بين شاربل و تاتيانا منحلة عم نقدر نهدى على الهواء خلييني اذكركم بينا ما شاف عم بيكافي تقطيع البنادورة أنه نحن نطلعين اتصالاتكم على أرقام الام تي في اللي بتاع فاولي عم تقطع على الشاشة لمسابقة رمضان المبارك شو الاسم القديم لمدينة مرداد المدينة المدورة أو طويلة عم ناخد اتصالات تحت الهواء وعلى الهواء هون لكان نحن البنادورة حطيناها هلأ رح ناخد ملقة نحط الفريكة الفريكة مثل ما قلنا بستوية هلأ ما لنا كتير كتير ماش فيه جنجر رح نقود المعرة عليها رح ناخد مرقة الجيج ونسقطها كلها ده هالشكل هون لكان صار عندنا تقريباً غراض السوب بقلبها بعطيه شغلتان بدنا نزيدهم هلأ رح نزيد مرتين عشاب مره هلأ للطعمة وآخر شي رح نفلم شوية كذبرة وشوية نعنق سوري شوية بقدونس على وجه كرمال اللون لأن اللي رح نحطهم هلأ مرح يحافظوا على لونه اللي رح نحطهم هلأ 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 أكتر للطعمة هلأ البانادورة مكتير من نستعملها بالشورة بعد ذلك مش ضروري فيها وقت نعمل شوربة خضرة وقت نعمل شوربة بانادورة على الحل كمان أهلأ بس بالإجمال يعني هيدا النوع منه كتير هلأ هون إذا بدك السوب اللي نعملها اليوم شوية إذا بدك الإنجريدينز مخلوطين بطريقة جديدة اليوم لأن الفريكي مع البانادورة هلأ الفريكي والجيج هي كتير فاميلير بس متل ما عبدقول مع الجينجر مع البانادورة شوية إذا بدك نحن إذا بتلاحظ يعني هالشار عم نفتش على إشياء هيك شوية ما كتير بنعملها هلأ نحن الجيج لكان إذا بتلاحظ أنا كتير مخفف على الجيج للسبب اللي عم نقول عنه بالأول يعني بده يضل يغلي بس مش كتير بطريقة قوية تحت ما ينشف هوني عنا هلأ نحط اللاب هراطة ونبلش بالخبز ونرجع نبلش بالسلاة 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 عملياً الجيج أدي بده تينسلاة؟ إذا صدر الجيج هون تقريباً متل ما قلنا تقريباً بده شي خمس دقائق الاسع بده رح نشيله رح يكون ستوى ثلاثة ربع استوى لأنه رح يرجع يكفي بقلب السوب يعني ما كرميل هيك ما بتاخد وقت كتير كمي ثريعة هلأ إذا بدنا ناخد الجيج كامل ونسلو الجيج كامل أكيد سرنا رحنا على الارمعين ديئة أو خمسة وثلاثين ديئة كرميل هيك اليوم أخدنا صدر الجيج وعم نعمل السوب بصدر الجيج فينا نعملهم بالجيج كامل بس بياخد وقت أكتر حطينا عرفة ومهار حلو حطينا رشة ملح صغيرة بنرجع آخر شي دائماً بنقول على الملح إذا برأينا بدنا نحط ملقة ملح للطبخة خلينا نحط نصف ملقة نحن عم نطبخ آخر شي مندو وإذا بدنا بنرجع مزيد لأن إذا حطينا ملقة وطلع إذا بدك تملح أكتر ما بعد فينا نصلح بهار أسود عنا رح نحط ملقة رب مش هلأ بس لتبلش تغلي هون تقريباً لكان السوب صار غراضة بقلبة بعد بدها شوية رب وأكيد آخر شي بدنا ندوء الملح وبس يخلص الجيج بدنا نحط جيج بقلبة نحن نذكر كيف بلشنا فيها قبل ما نبلش بالخبز وبالسلات حطينا زيت زيتون قليت بصل الليناها مع بعضنا رجعنا حطينا البندورة الشقف حبة الجنجر بقلبة رجعنا أخدنا مرقة الجيج والإفريكي حطيناهم رجعنا زدماء البقدونس والكذبرة ولا حطينا إلى البهارات والجيج هون رح نتركه يمكن بعد أربع دقائق رح نشيره بهالوقت مضبوط بعد ما نعطيها الخبز الخبز دائماً مثل ما بتعرف كثير الخبز المخمص يتقدم مع السوب بس رح نعمل اليوم خبز مخمص إذا بدر مع فلايفور اللي هي من واحد رسات يعني رح يكون فيها بهارات شرقية زيت زيتون من المنزل موسيقى المنزل المنزل بطبيعة موسيقى المنزل المنزل السوق المنزل ما بتشغل أنت يعني ما بتعمل أنت ما تطبخ بصراحة لا لأنه يعني ما عندي وقت بقى مشان هيك ما تعوادت أنه يعني كل وقت بالشغل شيف انت عليك؟ بقى ما تعوادت أنه ما تتحجز الشارب الأكيد بنقى وقت للأكل قبل تحضير الأكل بنقى وقت كتير مني لا بدأ بس هو حلو يعني الجو يعني إعداد الأكل إذا كان عندك مثلا أصحابك إنه كمان حلو يعني إنعمل شيء ولو بسيء حتى واحد النتيجة واحد إذا عم نشتريت 100% بيمبسط فيها غير ما تكون حدا محضرة هلأ مرة جربت أعمل سوب بالبيت إنه هيك سوب بلا كرام وطبيعية ومسكرنا البلندر بقى صار المطبخ كله سوب داير مدان وقت طوابت وقفنا عشتريا صار نجيبها خالصا صار نجيبها ههههههه هوننا كان الخاز مثال يقريبا خلص رحنيأخذ البهارات الشارقية رحنيأخد البهار الأسود بس نقول بهارات الشارقية شو يعني بس نقول بهارات الشارقية يعني هو البهار الحلو والقرفة هو البهارات الشارية الأساسية وفي عندك الكمون والكراوية بس نحن اليوم مستعملين البهار حلو ورح نحط شوية قرفة يعني إذا بتلاحظ دائما بس نعمل روسات مثل الخبز اللي هو كانديمون للروسات الأساسية منحط نفس البهارات أو نفس الإنجريديونز للي عم نستعملن هون يعني هاد إذا بدك مفيك تخدعها يعني بيكملوا بعضه مزموط يعني هادا الخبز اللي عم نعملوا ما فيك تخدها تستعملها مع لانتل سوك ما فيك تستعملها مع شربة باندور لأن ما عندك هالبهارات بتكون عم بتغطي طعمات على بعضها يعني رح الطعمات تكمل بعضها مية بالمية نفس الوقت دوات أفكار يعني بسيطة وموجودة بالبيت بتعطي غير يعني غير طعمة وغير ناكها للأشياء وبنفس الوقت أنا هو رح قطي على الجيجة ما ينشيف منحط الخبز بالفرن هلا ونرجع بنشغل بالجيجة كرميل هيك اللي عم نقوله أساسي هول الأشياء الصغيرة اللي إذا بدك منستعملهم يعني كبارح كنا عم نحكي يمكن أو جمعة الماضي أنه بخصوص المرقات مرقة الجيج أو مرقة لحمة أو مرقة خضرة منستعملها ما حسب الأكل يعني إذا عنا يخنى فيها الجيج ما منحط مرقة لحمة منحط مرقة الجيج إذا عنا يخنى فيجتاريان منروح على فهول تفاصيل الصغيرة أساسية هي أكيد وبتعمل هي الفرق إذا بتلاحظ هون عم نخلطها مع البهارات مع شوية زيت زيتون وهلأ بيحملوا شوية بهار بعاد إذا بتلاحظ عم بخلطهم وقت ليش تحتى الزيت يفوت بكل الخبز هيك يعني ما بيكونوا حتى طعمة التحميس يعني أكيد رح يقرقشه أكتر مية بالمية هو على الزيت رح يقرقشه أكتر وطعمة الزيت طيبة كتير مع الخبز هولي لك الخبزات يفبلش إذا بدك بيّن لون البهارات في يون والزيت تتوزع على كل الخبز أوكي بس إذا بتريد بتحطه بالفرن أنا الفرن مدوره بس إذا كتفتح الفرن قبل لأنه طييل البيبو أوكي هون لكين نحن تقريبا بدنا فرن حامي بس نقول فرن حامي يعني مش المكسيموم قبل المكسيموم بشوية طيما يحترقوا أربع لخمس دقايق بيشقروا ومنشيرهم ممتاز هلأ نحن رح نشيل التجاج اللي هو نحن طفينا عنه نحن أخد صحن هون السوب عم تغلي على رواء اللي هو هيدا المطلوب نذكر أنه ثلاثة ربع سالة على السوب مزبوط والتجاج تاكفي يونسالة مع السوب دائما مرقة التجاج هيا منذكر فيها دائما أنه بتنعمل الأحسن مرقة التجاج تنعمل بالتجاج كامل لأنه هو العظم كمان أساسي بالمرأة أكتر من اللحم اللي بالتجاج أنا هون رح أتركهم يمكن ديئة رح حط كفوف بإيدي لحتى قدر قلقاتهم وفرفتهم نحن أخد صحن وفرفة التجاج بقلبه زاكر كليا اللي عم بيتابعونا دي المسابعة الخاصة بشهر رمضان المبارك المبارك من سابقتنا اليومية وسؤالنا لليوم شو الاسم القديم لمدينة بغداد هل هو المدينة المندورة أو المدينة الطويلة نحن أكيد نطريق امتصالاتكم على الهوى متحت لها بها الشكل بها الشكل إذا بتلاحظ قلبه بعده ببينك شوي لأنه رح يكفي متل ما قلنا بدنا نفرفتهم شوي كبار ما كتير نزغرهم شو إلي حبيت روسات اليوم؟ أنا كل الانجريديان أو المكونات الخاصة بروسات بلاقيها بطيبة بحبها وخاصة على يعني لما يكون فيه فيه دجاج وفريكة هون متل ما قلنا إذا عابلنا ناخد دجاج كامل نحط الفخد إذا بدك بدأ سما أكدر للسوق تطلع دسمي وفيها لأنه متل ما معروف الفخد قدسة من السدر وهون إذا عابلنا نروح على شيء كتير لايت نروح على السدر الدجاج متل ما هلا عمنا المتلاحظ عم نعمله نشقف كبار هلأ قدي بعد بدون تقريباً بقلب السوق تقريباً بدى يمكن بعد خمس دقايير خمس دقايير رح ناخد الدجاج نحطه كله بقلب السوق رح ناخد به هالوقت اتصال من مونة صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا أحالى من مين أن تحدين من البقاء من البقاء ينعاد عليك مونة مين عاد عليك وعلى عائلتك شو شو جوبك على الاسم ال EneroB denistas Baghdدا هل هي المدينة المدورة أو المدينة الطويلة أنαι أقول المدينة المدورة المدينة المدورة شكراً لأ Нетلك مونة و أهلا وسهلا أشكرتك per 75% ما مسلوقة او مثل ما هي حتى اكيد الفريكي ما دعم صلقناها قبل بوقت قبل الحلقة يمكن بثلاثة رباع الساعة لانه تقريبا بدأ عربين ديئة لتسوي نحنا اذا عبتعمليها بالبيت فيك تحطيها على النار هي عبتنسلق بتكوني على جنب عبتعملي الالية بس نحنا اليوم بالحلقة نزلناها بالطنجرة مسلوقة لنستفيد من الوقت بس شكرا لاتصالك مونة اهلا وسهلا فيك نحنا بقينا اكيد لكل اللي بحبوا يسعى لو يشاركوا بالمثابقة وبيخد سيهام صباح الخير سيهام هوني بعض شو؟ ياهلا من وين عم تحكينا سيهام؟ من منطقة المريجي من منطقة المريجي اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك وبيسكن المريجي نعم شو جوابك على بغداد المدينة المدورة او المدينة الطويلة؟ لا المدينة المدورة المدينة المدورة عندك سؤال للشيف؟ نوميركي انا كتير مبسسس بالتضخوها اعملها بكتات اهلا وسهلا فيك شكرا لعالك سيهام اهلا وسهلا فيك معستريني ياهلا هنا الخبز عم نحركوا شوي لانه كان شوي فوق بعضه الخبز يعني اذا بدك اللي على وجه تحمص اللي تحت بعضه رطيب حركناه شوي رح نرجع ندخله على الفرن كمان لبعد شي اربع دقايق او ثلاث دقايق اه يعني هو الافضل انه بعد يتين ثلاثة يتحرك نرجع الفرن اذا كان اذا بدك كريته فوق بعضه اذا كان فلات ما بحاجة يعني اذا ما كان فيه خبز فوق خبز اوكي هوني السوك تقريبا صارت عم تجهز وادعنا شغلة واحدة احنا بعد ما خطيناها اللي هو الرب ما بدنا ايها تطلع حمرة كتير يعني بس بنفس الوقت ما بدنا ايها تضل كمان بلون الابيض على الاخر اكيد بيطاعم اكتر على بنادور بصير لونة اذا بدك شوي هيك على بريك اكتر تق خناها نغير البلاتو والسكيكين ده نعمل سالاد هلا ببلش بالسالاد رح نعمل سالاد اذا بدك كتير فراش رح نقطع البروكولي رح نتركونا ايه اه اوكي رح نقطع الجزر نتركونا ايه مع شوية ايسبيرد رح نحن رح نحط لهم حامض ونحط لهم زيت اذا بدك الجزر والبروكولي كتير طيب ما ايه بالسالاد الناس قليلا يستعملوا يعني بياخدوا البروكولي بيسلقوه مضبوط قليلا نشوفه بالسالاد او ماكسيموم نحطه بال جرنيتور لامين كورس بس البروكولي الأرنبيت جزر بالسالاد اه ارشته والفراشنس اللي فيه كتير طيب غير انه الفوائد الغذائية بتكون بعدها متل ما هي مراحت مية بالمية ما خسرشي برده اكيد رح ايخد اقتصال من مادلان صباح الخير مادلان هالو يا حلا بونجور بونجور كتير طيب الاكل اليوم مدينة مدورة الجواب ايه نعم مدينة مدورة وعجبتك الاكل ايه كتير طيب ينسر يمدينته للشاف وانتي كمان منور معه مرسي تسلام حيدا الشاف جاد عندما عكلته طيبين منصير هيك وجنة عم منشوف الكاميرا مينية كمان ايه لا مخضوب ايما بجي تسلام هيك مزبوط شكرا لعلك اهلا وسهلا فيك يا حلا مدام مرسي حبيبي نهاركم حلو ان شاء الله مرسي مرسي باي باي لكن متل ما قالنا انه اليوم رح نستعمل البروكولي والجزار يبقى رح نستعملهم النيين رح نخدهم هيك نحصهم بها الشكل الصغير هلو اكيد بالبرزنتيشن نرجع منشوفها كيف رح تطلع السوب والسلاد رح نحطهم نحط بعضهم خانوا لانه الاكل اليوم الاكل اليوم كتير صحية ما فيها دهن يعني هون تقريبا فيها بس شملائتان او ثلاثة زيت زيتون قلينا في هنا هيدا اذا بدك الشي الوحيد اي بس بالإجمال لانه الناس بالسيام كمان بتخاف انه رغم انه بتصوم كل نهار بتخاف انه تنصح لانه بتكون جاعد كل نهار تاكل كميات من الاكل ودايما الاكل الي فيه دهن هو اكل مزعج بس يمكن كتار بيحبوه وبرغب يعني بس لازم واحد ينتبه كمان ويكون ينتبه على صحته مش بس على نفس الوقت الي كنا عم نقوله انه اكله فيها كل شي فيها تجيش فيها النشويات فيها الخضرة فما بحاجة اذا بدك ندخل لها المواد الدهنية العالية صح الخبز نحنا يلا رح نشيله قبل معه والسوس حامض وزيت حامض وزيت بس وانا اذا بتلاحظ الخبز كيف صار ايك لونه اديه حلو حمص كله كين بدي اسألك مثلا اذا بدنا نعمل هايدي الخلطة مثلا على الفتوش بس مش بيهاوا البهارات الفتوش هي زيتها منعملها بس بدل كلها البهارات منروح على السماء اللي هو بتكون عم تاخد اذا بدك نفس الاسبري طبع الفتوش نقلناه على الخبز اللي هو هذا دايما بنعمله كمان دايما الزيت اديه طلع على الاد ما بقى زيت ما في زيت بصنية يعني حطينا كمية زيت اللي هي بديها الخبزة ولونهم كمان لونهم كمان بيشاهد رح ناخد اتصال من ماريه من داير الامر صباح الخير ماريه ايه مونجور كيفا؟ تمام انا بقول مدينة المدورة ممتاز ان شاء الله يكون جوابك صحيح وسلمني على الشاف انا تحب المطبخ كتير بطلع مع الشاف عنطوان كمان دايما منسلم على الشاف عنطوان ونحنا عنا شاف جاد باي باي ماريه الناس دايما دايما معظومة منسلم على كل يلي بتابعونا في لبنان وبعرف كمان قدا برات لبنان بيحضروا البرامج الام تي في وقداش بيتابعوه يعني رغم فرق التوقيت اذا كمان في ناس بتابع اونلاين على الويب سايت البرامج وحتى بيفوتوا كمان بياخدوا افكار من الطبخات الموجودة على الويب سايت اون اذا بتلاحظ دايما البروبورشن بين المي يعني الاشياء الليكيد والسوليد بدا تكون كسوب يعني منى يخنى ما بدا تطلع كتير قاسية اذا بتلاحظ او نفس الوقت منى خفيفة مزبوط اكيليبرات صح اذا بدك وجبة متكاملة بدي كون فيها الدجاج بدي كون فيها الحبوب بدي كون فيها الليكيد احنا عم نحكي هون اربعة صنورة الدجاج هون تقريبا اربعة صنورة كل واحد وزنوا يمكن شي 200 يعني هون تقريبا عندنا شي 800 جرام الدجاج هون عندنا شي لترو ونص مرقة الدجاج وعننا الانجليز نحطها هنا طيب يعني فينا نقول لكم شخص هاي بستوط هون تقريبا اذا لا اكتر اذا السوب لحاله يمكن ستة او سبعة اوكي وان السوب خلصت احنا ديئة رح نطفي عليها واكيد اخر شي دائما متل ما بنقول من عدل الملح السلاد اكيد ما رح نحط لها سوس هلا بالتاستي منحط لها سوس مخلطة ومنعرضة نحن ناخد بول الخبز اثنين بول كمان بها الشكل هنزد شكلون بشهة اه رح نحطن حده اكيد كل واحد بيزيد حسب مية بالمية حسب الرغبة لانه هول ما بينحطه اكيد قبل بوقت هول بيكونه بنصف طاولة نحن لازم بتاعت نعمل البرزنتاسيون هلا مش هيك تاتيانا مزبور طيب عنا بديك ناخده هلا البريك ناخد بريك هلا ونرجع ثوالا نقدم طبق الشهة او طبقان الشهيين اللي حضرنا ايهن هنشا رجي موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المتضربة مع بعضها مضبوط خط بعض واحدة نمسحهم هيك يعني اذا بتلاحظ السوب قدي هيك يعني مع انه سوب بس كيفيه شكله فرش هالأعشاب بقلبة لونة لونة كيفوه هيك والفريكة بقلبة كمان هاو الخبزات هون الخبزات اذا بدك نعملهم هيك الخبشة الخبيرة صباح وخير صباح وخير مين جيبونيك على قصة صباح جيباك معتك العافية مرسيه هاو فاليوم اذا بدك خلصيت السوب نسكها بيك الخبز التحمص السلاة خلصيت يعني شامي ريحة شو موزايد اه لا عاملين سوب بصدر الجيج صدر الجيج والفريكة والبعدونيس والكزبرة والبندورة اه واحطينا لحبة الجينجور بقلبة حمصنا خبز مع زيت زيتون مع بهار حلو مع قرفة شافت كيف تفرون الاشياء السلاة هون عملنا اذا بدق صادтов كتيرة فرش لاتخدنا بروكولي وجازر نيين مثل عني إهن فرمني هن بس طبيل نيين مع زيت و حامض والخبز عدالي يعني استعملنا إلخاز ب волون هايدية هذا هились معنا يا مرسي على الأفكار الجديدة خاصة لأن مناس يعني بستسهل تعمل فتوش طيب كثير الفتوش فكرة أكيد مختلفة وأسرعة وطيبة نعطيك العافية صفتين مرسي لكم وعافية هلأ ونرجع ونتابع لتنا ويكون مع بيوتي خليكن معنا